السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتر كوين وقناة فيتسي ورلد عالم البيتكوين فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة بأخبار العملات الرقمية طب أصدقائي راح نعمل سلسلة خاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك كل يوم أحد واثنين وثلاثة نتكلم عن نتائج حرق طبعا يوم الأحد راح ننزل حسابات تقديرية للعدد القطع لممكن تحرق منصة بايننس مثل الفيديو اليوم راح نقوم بعمل عمليات حسابية لحتى نعرف كم من الممكن غدا تحرق منصة بايننس طبعا زقائي نقطة معينة لازم نتكلم علي نحنا قربنا جدا نوصل خمسة ألاف مشترك يعني خمسة ألاف أخ وأخت على قناتنا على اليوتيوب نتمنى من كل شخص يضغط على زر الاشتراك طبعا لحتى نوصل لهذا الرقم وأنا بتشكر كل شخص طبعا سعادنا لحتى نوصل لهاي المرحلة قناتنا بسمت وضع في عالم الكريبتو نطمح بالأيام الجاي تكبر قناتنا أكثر وأكثر وطبعا زر الاشتراك اللي راح تضغط عليه بهاي اللحظة طبعا راح يساعدنا كثير وعطينا دفع معنوية كبيرة لنقدم المزيد من المحتوى الهادف والمفيدة طبعا اذا أول مرة بتشوف الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك وتكتب لنا بالتعليقات شو موضوع الفيديو القادم اللي بتحب نتكلم عليه طبعا زخائي خليكم معنا لبعد الأنترو لحتى نعرف شقد من الممكن تحرق منصة باينونس بالغد خليكم معنا طبعا زقائي عملة تيرا لونا كلاسيك حاليا عم تمر بمرحلة عرضية مهمة جدا طبعا عملة تيرا لونا كلاسيك حاليا عم تمر منطقة ما بين الثلاثين إلى منطقة الثمانية عشرين عم تمشي حاليا بشكل عرضي ونحن الآن داخل المثلث اختراق المثلث إلى الأعلى ممكن نتوجه لكسر قمة طبعا أنا مشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة أنا مشتري فيوتشر عشرين اكس عشرة بالمية من رأس المال ودخولي عند الثلاثين ونصف طبعا حاليا مجرد كسر هاي المنطقة أصدقائي منطقة الثلاثين والإغلاق أعلى هاي المنطقة راح نتوجه تلقائيا لكسر قمة الثلاثين وممكن نصل إلى منطقة الأربعين طبعا تكلمت بالفيديو السابق وقالت أنا ما راح بيع قبل هاي المنطقة طبعا بهاي المنطقة أصدقائي بحصل على الربح كبير جدا جدا بصل إلى خمسمية بالمية طبعا هذا هو هدفي بهاي الصفقة بدل ما أدخل عدد صفقات بدون أي فائدة بدخل صفقة واحدة لكن صفقة واحدة بتكون مربح كبير جدا طبعا بالنسبة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا لحد الآن وصلنا إلى الاربطاش مليار قطعة حرق من عملة تيرا لونا كلاسيك وبماركت كاب بستة ترليون وتمامية وتنين وتسعين مليار قطعة طبعا زقائي منصة بايننس أعلنت أنه من يوم اثنين عشرة إلى يوم عشرة عشرة هو اليوم المخصص بالحرق طبعا غدا هو يوم الحرق بالفيديوهات السابقة تكلمنا عن عملية الحرق السابقة وقالنا ممكن أن يتم حرق ما بين مليون دولار إلى مليون ونصف دولار تم حرق مليون وثمامية وستين ألف دولار بإجمالة عدد قطع تجاوز خمسة مليار وستمائة مليون قطع طبعا تحليلاتنا صابت بالنسبة لما بين الثمانية إلى تسعين بالمئة لهيك بهاي السلسلة راح نعرف اش قد من الممكن تحرق منصة بايننس طبعا دخلت على كون جيكو طبعا لحتى أعرف الفوليوم اليومي على فريم من 30 يوم أصدقائي بيطلع لك مثل مواضح أمامك بيطلع لك السعر وبيطلع لك الفوليوم بتقوم بحساب الفوليوم من يوم 2 أكتوبر اللي هو أول يوم حرق من الدفعة الثانية إلى يوم 9 أكتوبر اللي هو آخر يوم حرق في الدفعة الثانية طبعا إجمال الفوليوم على عملة تيرا لونا كلاسيك من جميع المنصات تجاوز إلى 4 مليار دولار اللي نقول أنه الفوليوم 4 مليار دولار ننتقل إلى كون ماركت كابر وبيتضح قدامنا أنه منصة بايننس بتستحوذ على 50% من الفوليوم اليومي يعني الفوليوم اليومي الموجود على عملة تيرا لونا كلاسيك منصة بايننس فقط بتحتوي على 50% من هذا الفوليوم حال اليوم الفوليوم 260 مليون دولار 130 مليون دولار أو 120 مليون دولار هي عبدالداول أو هذا الفوليوم على منصة بايننس طبعا هاي النقطة وضحتنا كثير من الأمور أنا حسبت الفوليوم من يوم 2 أكتوبر إلى يوم 9 أكتوبر طلع الفوليوم عندي تقريبا 4 مليار دولار على جميع المنصات وخلينا نحسب أنه 4 مليار دولار نقسمها على 2 اللي هي 50% أو نضرب الـ 4 مليار دولار بـ 50% بيطلع الفوليوم خلال أسبوع كامل على منصة بايننس 2 مليار قطع خلينا نكتوب قدامكم الزقائي 2 مليار قطع هاي 2 مليار قطع طبعا زقائي هذا الفوليوم على منصة بايننس تكمن بتاخد رسوم منصة بايننس من هذا الفوليوم بتاخد منصة بايننس 0.1% من هاي الرسوم نضغط على يساوي لطلع لي الرسوم اللي اتخذها منصة بايننس تقريبا 2 مليون دولار هاي الرسوم التقديرية طبعا قابلة للصواب وقابلة للخطأ 2 مليون دولار طبعا كم قطعة بيساوي نضربهم بـ 3000 كل واحد دولار بساوي 3000 قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك لهيك من المتوقع حرق تقريبا 6 مليار قطعة كحد أقصى لهيك طبعا مثل ما قلنا هاي عملية حسابية قابلة للصواب وقابلة للخطأ هاي عملية حسابية تقديرية 4 مليار دولار 6 مليار قطعة حرق رقم ممتاز جدا مثل ما شفنا بالاخر فترة حرق بقيمة 5 مليار ونصف خلينا نحط اصدقائي طبعا خلينا نحط كمية حرق ما بين 4 مليار الى 6 مليار هاي القطع اللي راح يتم الحرقة بالغد يعني ممكن نصل الى 6.885 مليار قطعة هذا الماكت كوب او هذا بتلصب اللاي الجديد لعملة تيرا لونا كلاسيك اللي راح يكون بعد 24 ساعة ورح نصل بيء الحرق الى 20 مليار قطعة راح يتم الحرقة طبعا منصف بانيس تكون حرقة تقريبا 10 مليار او 11 مليار قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا شو تأثير الحرق لسه كمية الحرق عبتكون قليلة جدا اصدقائي نحنا بانتظار حرق بتريليونات القطع لحتى نشوف ارتفاع بعملة تيرا لونا كلاسيك لكن الحرق اصدقائي بيعطي شعبية للعملة بيعطي فوم كبير للعملة وبسبب بارتفاع العملة نحنا حاليا من انتظار الحرق بعد 24 ساعة ونتظرونا بالفيديو اللي راح نزله بكرا طبعا راح نتكلم عن نتائج الحرق وراح نشوف هل تحليلاتنا وحساباتنا راح تكون مزبوطة ولا لا اصدقائي انكم وصلنا على هذا الفيديو باتمنى هذا الفيديو كنا نعجبك لا تنسى تضغط على زر اللايك تشترك بقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي مع السلامة ورجوكم بخير